السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اصدقائي في قناة عبدالواحد لايش اتمنى ان تكونوا بخير وصحة جيدة ان شاء الله في هذا الفيديو سوف اشارك معكم افضل طريقة للتعارف والزواج او التعلم اللغة الانجليزية من الاجانب على الفيسبوك هذه الطريقة افضل من تطبيقات تعارف على الاجانب فتطبيقات تعارف على الاجانب تطبيقات محروقة او يتم نصب عليكم او اضحك عليكم من طرف اشخاص ليس لهم دور في الحياة لهذا حاولوا اخواني تفادي تطبيقات تعارف واستخدموا فيسبوك انستغرام تويتر سنابشات هذه التطبيقات التي يستعملونها الاجانب بكثرة حاولوا استهداف هذه التطبيقات انها رائعة وجيدة جدا وتعطيكم نتائج مبهرة اخواني اذا ركزوا معي في هذا الفيديو سوف تقومون بالوصول الى اي شيء تريدونه ان شاء الله قبل ان نتطرق الى شرحنا اخواني لا تنسوا دعمي بالايك والاشتراك وتفعيل الجرس هذا يحفزني على الاستمرار يلا نبدأ في شرحنا مباشرة اخواني اول شيء سوف نقوم بانشاء حساب على الفيسبوك طريقة انشاء حساب فهي سهلة اخواني لا تحتاج الى شرح عندما تقوم بانشاء حساب يجب ان تضع صورة جيدة في البروفايل الخاص بك وكوفر ايضا جيد وتضع نبدأ عنك في البايو مثلا اين تعيش ماذا تحب وبعض التفاصيل الصغيرة باش عندما تقوم بارسال طلب صداقة لاجنبي او اجنبية سوف تقوم بالدخول الى حسابك على الفيسبوك وتقوم بفحصه اذا وجدت بعض المعلومات الجيدة عنك قد تقوم بقبولك او قد يقوم بقبولك دائما يجب ان تقوم بالتعريف عن نفسك في البروفايل الخاص بك لان الاجانب لا يقومون بقبول الغرباء على كل حال عندما تضع الصورة للبروفايل الخاص بك وكوفر وبايو جيد سوف تقوم بنشر بعض البوستات قم بنشر صورة لك في مكان جيد او بملابس لايقة ثم قم بنشر بعض الاطعمة عن بلدك وتقافة بلدك كيف هي هذا سوف يجعل الاجانب يحبون البروفايل الخاص بك ويقومون بقبولك بسرعة كبيرة اخواني حاولوا ان تركزوا على مثل هذه التفاصيل الان سوف ننتقل الى الطريقة التي سوف نقوم بتعرف بها على الاجانب في الفيديو السابق لقد قمت بترح لكم طريقة تعرف على الاجانب من خلال البحث لكن طريقة اليوم مختلفة جدا وفعالة المئة بمئة وصوف تجدون اي شخص تبحثون عليه بالتدقيق نتوجه الى خانج البحث ونقوم بكتابة كات او دوك فبعض اشخاص سوف يستغربون ويقولون ما دخل الكلاب والقطة في هذا الموضوع فالطريقة اخواني رائعة فقط ركزوا معي وصوف تنباهرون من هذه الطريقة لن يقوم بشرحها لكم اي شخص ولن تجدونها على اليوتيوب لانها طريقة فعالة ومحتكرة سوف تقوم بكتابة كات وتقوم بالبحث ثم تتوجه الى جروب سوف تظهر لك مجموعات كثيرة للقطة سوف تتوجه الى سيتي هنا وتقوم باستهداف بلد معين مثلا انت تستهدف المانيا تستهدف امريكا تستهدف اوروبا اي بلد تستهدفه قم بكتابتي نأتي الى اللوكايشن هنا ونقوم بكتابة اسم البلد الذي نريده مثلا سوف اقوم بكتابة جيرماني المانيا ونقوم بالبحث ونقوم باختيار برلين جيرماني ثم سوف تظهر معنا مجموعات القطات الكثيرة قم بالدخول اي مجموعة تجدها امامك سوف نقوم بالدخول الى هذه المجموعة نقوم بالضغط على هذا الخيار وننتظر ثم نقوم باختيار اي شيء يطالبون به في المجموعة نقوم باختيار اي شيء نريده ثم نقوم بالضغط على سوب مايج وننتظر سوف ننتظر حتى يتم قبولنا في المجموعة وبعض المجموعة تقوم بقبولك مباشرة لن تطلب منك اي معلومات عندما يتم قبولك من طرف المجموعة اضغط على صورة الكوفر الخاص بالمجموعة ثم توجه الى اعضاء المجموعة وقم بالبحث في اعضاء المجموعة اخواني في الفتريات الاجانب يحبون القطط بشكل كبير جدا ويحبون الكلاب ايضا نفس الطريقة التي قمنا بتطبيقها على القطط قموا بتطبيقها على الكلاب على كل حال عندما تبدأ تبحث في الاعضاء ابحث بعناية وتركيز ولا تقوم بارسال لأي شخص مهما كان قم بالدخول الى البروفايل الخاص به وابحث بعناية ولا تقوم بارسال طلب صداقة لفتيات عمرهم لا يتجاوز 20 او 24 لماذا؟ لان الفتيات الصغيرات الجميلات عليهم ضغط كبير تجد الكل يقوم بارسال لهم طلب صداقة ارسل الى نساء عمرهم 30 34 35 فبعضهم كان متزوج واصبح عزب قم بارسال لهم فهم سوف يقومون بقبولك ولن تجد عليهم ضغط كبير وايضا الفتيات الصغيرات يكونون متكبرات نوعا ما ربما فليس الكل على كل حال ابحث في البروفايل الخاص بهم جيدا واذا اعجبت كالفتاة او اعجبك الفتاة قم بارسال له طلب صداقة فانا اتكلم عن الفتيات وعلى النساء والرجال اذا كنت فتاة ارسل لرجل اذا كان رجل سوف يرسل الى فتاة على كل حال ابحث جيدا ثم قم بارسال طلب صداقة هذه الطريقة السهلة الاخواني للتعارف على الاجانب في مجموعات الفيسبوك قموا بتطبيق نفس الطريقة وان شاء الله سوف تصلونا الى اي شيء تريدونا اجملنا ان اعجبكم هذا الفيديو ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة